هذا وقامت مملكة البحرين بالعديد من المبادرات التي أهلتها لنيل هذه المكانة الدولية الرفيعة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وعمدت إلى تشريع قوانين حديثة توكب المستجدات وتهدف إلى تحصين حقوق العمالة دفع تنامي أعداد العمالة الوافدة في البحرين ومنطقة الخليج الحكومة إلى مجارات هذا النمو بتشريع قوانين حديثة تواكب المستجدات وإطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية والتعريفية للعمالة حيث هدفت من خلال ذلك إلى تحصين حقوقهم وانسجاما مع هذه الركائز الأساسية حرصت حكومة مملكة البحرين على الانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة كما شرعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق وفي خطوة إضافية لحماية العمالة الوافدة وصون حقوقها وضعت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة للتجار بالأشخاص خطة لتطوير برنامج إيواء للعمالة الأجنبية التي تتعرض للتعنيف بما يستجيب للمتطلبات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين وتضمنت الخطة تدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمى لتعرضهم لعمليات التجار تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة للتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الإيواء 120 شخصا من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى 200 شخصا في حال الضرورة كما دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة للتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا للتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة حيث يقوم على عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية أو اتجارا بالأشخاص أو شكوى عادية خلال نصف ساعة فقط وإحالتها للجهات المختصة كل ذلك يعد احتراما لحقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس وهو جزء أصير من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين المرتكزة أساسا على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايوزات